السلام عليكم معكم مصطفى من قناة مستر بون تيك. كنسان طيبين بمناسبة خلاص نهاية سنة الفين وتبعتاشر. انا مش مصدق ان احنا وصلنا للتارجت اللي احنا كنا عاوزين اللي هو عشر تلاف مستارك. حرفيا احنا لسه موصلناش حرفيا احنا تسعمية حاجة وستين. ولكن هنوصل. مش مشكلة حتى لو نوصل اليوم واحد في السنة الجديدة ولكن انا حققت التارجت ده. خلاص ده تكتبت ليا ان انا حققت التارجت ده. والتارجت التاني كان عندي اللي هو عوصل لكم مسمائة الف مشاهدة وحققتها. طبعا مش جاي اقول كده بس اقول لكم لو سينا طيبين واسيب الفيديو وامشي. لأ انا النهار ده جاي اقول لك على ازاي تقدر توصل للتارجت اللي انت عايزه مهما كان عشان تقدر تدق يوتيوب صح عشان تقدر تفكر صح عشان تقدر انك تحقق هدفك اللي انت عايزه بالزبط. اول حاجة انت لازم تتحدد للهدف. يعني هدفك توصل عشر تلاف مشترك لازم تكون عندك امكانيات انت توصل عشرتات مشتركة. مسلا تعمل زي كده تظهر بوشك في القناة لو بتعمل كتابة او بتتكلم بصوتك من غير ما تظهر وشك ممكن توصل ولكن هيبقى صعب جدا يعني مش صعب جدا جدا لا هيبقى صعب هيبقى اصعب من انت تظهر بوشك لان متظهر بوشك ببقى فيه ثقة متبادلة بينك وبين المتابعين في لغة جسد بتحصل فبيبقى فيه ثقة كبيرة جدا بينك وبين المتابعين فبيعمل سبسكرايب ولكن طول ما انت ما بتظهرش بتبقى مش من السهل للناس تتابعك ده اول حاجة ده لو انت عايز توصل عشر اتراف مشترك طب لو عايز توصل لمية الف مشترك لازم يكون عندك بدل التليفون اللي بتصور بي لازم يكون كاميرا كاميرا احترافية كانون سبعمية دي سوتمية وخمسين او اي كانون او اي كاميرا يعني اقصد فده هيخلي المتابعين يحبوا فيديوهاتك اكتر والكواليتي بتاع البديوهات تصور ورق خلفية كويسة مش خلق مش جرين سكرين تمام تصور ورق خلفية كويسة مش جرين سكرين دي حاجة مهمة جدا 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 يكون مسلا عامل انت خلفية ورق وتصور بيها يعني لكن جرين سكرين مش هتفيضة خالص غير لو انت شلتها والموضوع مش تصمع بطبع انك تشيلها ولكن برضو مبتبقاش احترافية زي الخلفيات اللي انت مفروض بتبقى رسمها مسلا ورق او بتبقى اي حاجة زي خلفية ماترة سنتين وتسعتاشر بنحمود اسماعيل زي دي الناس دي كلها او كارين اسماعيل مسلا الناس دي كلها بيها خلفية ورهم احترافية شكلها كويس حتى لو خلفية بسطة جدا ولكن تبقى شكلها كويس فاتمان ان انت تفاكر في نقطة الخلفية دي وبراش يبقى يبقى في حالية انك توصل عشر اتالاف مشترك في اول سنة ده انت لازم يكون معك مكام ليات توصلك Shore Summit المشترك لازم يكون معك الامك امكام ليات اكتر توصلك لي مية الف مشترك. تمام? دي الحاجة اللي مش عليها متريكس سنتين وتسعة عشر. طيب نتكلم في حاجة تانية. انا مسلا انا عايز اوصل لعشادات مشترك. اول حاجة لازم تكون بينكم اللي متابعين يكون فيه ثقة متبادلة. لازم يكون المتابعة ده واصق ان انت في يوم من الايام او فيديوهاتك دي هتفيدو. عشان كده هو تبعك. طيب هنقول الناس دي جات ليبنين اصلا. الناس دي جات لك مسلا من فيديو انت عملته الفيديو ده هفهرق علاجات جاب ميت الف مشاهدة او خمسين الف مشاهدة col مشترك. اولف مشترك دول متابعينك عشان نوعية تفيد الفيديوهات اللي انت عملتها. مش عشان طريقة شرحك والكلام ده كله. ممكن يكون فيه بعض منهم حبوا طريقة شرحك ولكن هما حبوا النوعية الفيديوهات انت مسلا فيديو اللي هي علاقة بالربح advance رفع لانت جاب معك ميت الف مشاهدة. اولفين مشترك. فالناس الافين دول منه الف و خمس useless مثلا حبوا طريقتك في الربح وانترنت, او حبوا التطويلة ايتي بين الربح الانترنت. 5.000 منهم حبك انت حبوا طريق شرحك انت. تمام? فانت هتستغلي مين? هتستغلي الف و 5.00 وايتكمل في الربح هتستغلي ٥. بس اللي حبه لا انت تستغلي ٢ فانك تعمل فيديوهات عن الربح الانترنت فاللي حبك انت شخصيا هيتفرج على كل فيديوهاتك واللي التي حبوا الربح ايضا هتفرجوا عليه في فيديوهات الربح. هتمنى ان تكونوا فهمتوا النقطة دي عشان في ناس كتير بتتلغبط في الحتة دي. انا عارف في ناس كتير بتقول على موضوع اليوتيوب بس بارك ان هو مش حقيقي. لا هو حقيقي. كل انت تعملون انك بتلعب على الناس اللي اشتركت لك في يوم من الايام على حاجة فرقات معك. الحاجة جابت معك مشاهدات. جابت مشتركين. فالناس المشتركين دول مستنيين انك تعمل نوعية الفيديوهات اللي فرقات معك قبل كده عشان نتفرج عليها. بس هي دي الطريقة اللي انا بقول لها دي طريقة انا مشيت عليها كتير جدا عشان اوصل ليه التارجت اللي انا عايزه. النقطة اللي بعد كده هي التنوع. ان قناتك ما تبقاش بتتكلم في ربح وانترنت فقط. لا ولا قناتك بتتكلم في يوتيوب فقط. حاول تعمل تنوع في القناة. انا قناتي فشلة جدا مثل موضوع التنوع ده. ولكن اه بنحاول بنحاول بشكل كبير جدا نعمل تنوع في القناة يعني بنحاول نبدأ تطبيقات بنحاول نعمل حاجات جديدة في القناة بنحاول نعمل كتير زي مثلا في بلاي لست عاملها جديد اسمها انت ليه في بلاي لستات كتير انا هبدأ اشتغل فيها فترة جاية. عن البيتكوين بلاي لست عن ربح وانترنت بزيتو بلاي ست عن مفاهم الانترنت. في حاجات كتير هنتكلم فيها في الفترة الجاية وفي حاجات كتير انا اتكلمت فيها قبل كده. ممكن ترجع تشوفها في كلها. فحاجات كتير تكلمت فيها وما انتشارتش بشكل كبير. فانت لو رجعت صراحة لها هتستفيد منها جدا. يعني سدق ان الموضوع ده يفيدك جدا. يبقى النقطة دي هتطلع منها بايه? انك تنوع في القناة. لازم هاتي مش عليها. وبقول لك نتيجه هاتي جات معي ازاي? وجابت ايه نتيجة? فانا بقول لك النقطة التي زي مش عليها هي انك تنوع في القناة. عشان هتجيب لك مشتركين من كل. مسلا. عملت التطبيعات هيجب لك مشتركين اللي بدوروا على التطبيعات. عملت اه مسلا ربح حيون انترنت هيتجيب لك الناس اللي بتحب بربح حيون انترنت. عملت يوتيوب هيجيب لك اليوتيوبرز اللي مستخدمين مانتدار منزع tech report drafts in life in a joni. فكل ده هيفيدك جدا في القناة وفي tänker التعداد ده اسفل فيديو عشان تفهم يعني انواع المحتويات والتنوع في المحتوى تمام ويهي مش هنكتفل حد كده في نقطة اخيرة النقطة الاخيرة دي هي ان تحب اللي انت بتعمله لو انت بتحب اللي انت بتعمله مش هتزهق منه بسهولة لو انت بتحب اليوتيوب كيوتيوب انت مش هتزهق بسهولة لو بتحب اليوتيوب عشان انت بتطلع فيه طقطق اللي انت اعز في البيت مسلا ما بتعملش حاجة او طقطق اللي مش عارف تطلعها في اي حتة وعارف تطلعها في اليوتيوب فده هيفيدك جدا. تمام لو انت شايف في اليوتيوب ده حاجة مفيدة هتستفيد بها دي كامل في اليوتيوب من غير حتى لو ما فيش ارباح لو فيش مشتركين كامل في اليوتيوب ميسيرك هتجيب ارباح وهتجيب مشتركين هتجيب مشاهدات. انك لو ما بتحبش اللي انت بتعمله فانت ميسيرك هيجي يوم وهتقف وهيجي يوم وهتزهق باللي انت بتعمله. يعني انت انا مثلا كنت بكسف لوت كويسة جدا من كرة القدم ومن نشر هدف كرة القدم والحاجات دي. ولكن في يوم الايام لقيت نفسي ان انا انا بعمل ايه هنا دي حاجة انا مش مش كويس فيها حاجة انا مش عايزها. فرجعت تاني للمجال اللي انا كنت فيه. ورجعت المجال التكنية مرة تانية وشايف ان انا نجح فيه جدا وشايف ان انا كويس فيه جدا. طبعا بسامل اللي انا فيه دلوقتي ده نجاح عادي جدا سنة جدا شهرات مشترك. في ناس بتجيب من كدة بتجيب السنة مليون وانت بيجيب السنة مئة الف ولكن قدامنا الفين وتمنتاشر. هنقلبت ان شاء الله. وانا انا افكر اعمل اللبس ده هو زي الرسمي بتاع القناة. ما اهضحت له. وبس كده ده كان حلائقت من دهاردة كل سنة طيبين هتمنى يكون آآ سنة ان شاء الله سعيد عليكم تكون الفين وتمنتشر حسن من الفين وتباعتاشر واللي انا معيتش تحققوا في الفين وتباعتاشر التحققوا في الفين وتمنتاشر. وبس شكرا عشان تشكت الفيديو وشكك ان شاء الله في الفيديو اللي جاي سلام